العلم يتطور شيئا فشيئا هذه الحشرات الصغيرة التي بالكات ترى أشكالها وأجسامها العلماء أبصروا أجزائها بل أبصروا الخلية التي منها يتكون هذا الكائن الحي رأوها بمجاهر دقيقة بل أبصروا الوحدة الأولى وهي الذرة وهي كانوا يظنونها أصغر ما سوف يرون ويبصرون لكنهم أبصروا أجزاء الذرة الإلكترون، البروتون، نيوترون هذا الجزء الصغير وهو أصغرها الإلكترون أبصروه اليوم يقولون هناك أجزاء أصغر من الإلكترون نفسه وجدوا بعضها في الفضاء ليس نيوترون، نيوترين أصغر بكثير من الإلكترون سرعته سرعة الضوء ربما لا يرى اليوم إلا بأجهزة دقيقة خاصة كبيرة ضخمة جدا هذا الذي استطاع الإنسان أن يصل إليه لكن هناك أجزاء أصغر وأصغر وأصغر من هذا بكثير من الذي يبصرها؟ إنه البصير جل وعلا الله من أسمائه البصير يبصر كل شيء في أعماق البحار في باطن الجبل في الفضاء في كل مكان سحيق، لو كان أصغر مما نتخيل ونظن يراه الله عز وجل ويبصره كيف بأعمالك يا عبد الله؟ والله بصير بما يعملون الله عز وجل بصير بكل شيء تفعله بصير حتى بالذي هو داخل قلبك يبصره الله عز وجل بصير بمعنى أنه يبصر كل المبصرات وبصير بمعنى الخبير جل وعلا فهو ليس بصير فقط يرى كل شيء جل وعلا لكنه أيضا خبير به جل وعلا والله خبير بصير أي خبير بأحوال عباده وبواطن أمورهم وأحوالهم مسكين من ظن أنه سيختفي عن عين الله يوما مسكين من ظن أنه فعل شيئا لا يراه الله جل وعلا الله بصير بالعباد افعل ما تفعل يا عبد الله انظر الكون الفسيح إلى ذراته هذا الهباء المنثور في الكون كل ذرة وأجزاءها وأجزاء أجزائها يبصرها الله عز وجل البصير نستغرب عندما نرى شيئا صغيرا في بعض المجاهر يصورها العلماء ويكتشفون اكتشاف حديث بأنهم وجدوا أجزاء أصغر من الإلكترون وكأنها يعني معجزة المعجزات ونحن نعلم أن الله عز وجل يبصر هذه وما هو أصغر منها بكثير يكفي اسم الله البصير أن يجعل العبد مطمئنا راضيا بأن الله عز وجل يراه بصير به وبأحواله فسبحان البصير وخلى رجل بامرأة في أرض فلاه أراد أن يرتكب الحرام معها فسألت هذه المرأة من يرانا؟ فالتفت لا أحد فنظر إلى السماء قال إلا الكواكب فقالت المرأة للرجل وأين مكوكبها؟ فارتعد الرجل وخاف واتعظ الإثنان وفارق ولم يرتكب ما حرم الله لم؟ وأين مكوكبها؟ ألم يعلم بأن الله يراه؟ ذلك الذي يختبئ بالظلم ويختبئ خلف الجدران ويغلق على نفسه الأبواب ألا يؤمن بأن الله بصير؟ الله عز وجل بصير ذو بصر وبصيرة جل وعلا نعم هو ليس كمثله شيء لكنه مع هذا وهو السميع البصير هو بصير جل وعلا مع أنه ليس كمثله شيء يجب أن تؤمن وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني إن الله بصير بالعباد إذا صليت إذا تصدقت إذا قمت الليل إذا صمت ما يهمك الناس يهمك رب الناس والله بما تعملون بصير أليك فيك أن الله عز وجل مطلعون عليك ألا يرضيك أن الله يراك ما عليك من الناس الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين لا تسأل ليش هذا غني وهذا فقير هذا مريض وهذا صحيح هذي اللي بأمان وهذي اللي بحرب هذي اللي يحصل لهم كذا هذي اللي يحصل لهم كذا الله بصير بالعباد الله ذو بصيرة جل وعلا ذو خبرة بعباده مطلع على بواطن الأمور حينما نثم إلى الظواهر لكن بواطن الأمور قد لا نعلمها ولا ندركها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير البصير جل وعلا يرى عباده محسنهم ومسيئهم صالحهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم يرى كل شيء يرى نملة يرى عروقها يرى ما في جسدها يرى ما في بطن الأرض أو في السماء حبة في ظلمات البر والبحر يراها الله عز وجل ويبصرها والله بما تعملون بصير من آمن بهذا الإسم يكفيه أن الله عز وجل يراه ويعمل جاهدا حتى يرى ربه عز وجل في تلك الجنان اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله يا الله الله يا الله 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 الله